سمعت عن خناقة بين امازون وفيدكس يعني مش خناقة بالمعنى المفهوم هو الغاء للتعاقد فيديكس قامت بإلغاء بالتعاقد بقيمة 850 مليون دولار سنويا في الفيديو ده في حلقة جديدة من حكايات ماركتينج نعرف تفاصيل الموضوع اكتر تابعونا اهلا بكم معاكو تامر صلاح النهاردة زي ما قلنا هنتكلم عن موضوع فيديكس وامازون امازون طبعا عملاق التجارة الالكترونية وفيديكس املاق النقل والشحن اللي حصل ان فيديكس اعلنت عدم تجديد التعاقد السنوي بتاعها مع امازون بقيمة 850 مليون دولار وكان السبب انها شايفة ان مجال نقل الطرود عامة في امريكا بيتضاعف وهيتضاعف في سنة الفين ستة وعشرين من خمسين مليون طرد لمية مليون طرد وشافت انها عندها تتعامل مع اكتر من ريتيلر ومش عايزة توجه جهدها لريتيلر واحد زي امازون طبعا سبب غير مقنع وغير واضح فحبينا او المحللين بقى وحبينا نجمع لكم كل الاسباب اللي ممكن تكون قدت لالغاء التعاقد ده الاول نعرف ان التعاقد ده اه 58 مليون دولار بس فعليا هو بيمثل ثلاثة في المية من النقل عند امازون لان امازون بشتغل اكتر مع البريد الامريكي اربعة واربعين في المية من النقل بتاعها و 26% امازون بنفسها هي اللي بتنقل وخلي بالكم النقطة دي هنتكلم عليها باستفادة في اخر الفيديو وفي فيديوهات جاية طيب اه ايه الاسباب بقى اللي متوقعة لهذا اه الالغاء التعاقد ده وخصوصا ان فيديكس فقط اتجزء من قيمتها في البورصة بعد موضوع الالغاء التعاقد فايه اللي خليها تضحي بحاجة زي كده اه اول الاسباب هم تلت اسباب رئيسيين من وجهة نظرنا يعني مع اه اه بعد ما ما راجعنا كل في الموضوع ان اه اول حاجة المكسب بتاع اه فيديكس من امازون مش كبير يعني اه حجم الشغل كبير 8 مليون دولار بس المكسب بتاعها قليل وده طبيعي لان حجم الشغل بيبقى كبير فامازون بتضغط انها تقلل من النسب الربحية بتاعة الشركات دي وده كان واضح جدا ان دونالد ترامب الرئيس الامريكي عمل في تويتا قبل كده كتب في تويتا ان هو متدايق ان امازون بتاخد من او الربحية بتاعة البريد الامريكي كان بريد الامريكي شغال معها ببلاش وده بيأثر على دافع الضرائب او الضرائب الامريكية وده كان شيء غريب لان اصلا حتى البريد الامريكي مش بيشارك في الضرائب الامريكية او مش حاجة اه حكومية يعني مية في المية فبس التويتا دي بتقول لك ان فعلا بتاعة الشركات اللي بتتعامل مع امازون وليلة جدا فده ممكن يكون احد الاسباب اللي قدت لفيدكس انها عايزة ربحية اعلى على المدى الطويل فقالت انها تبطل التعاقض ده سبب السبب التاني اه ان هو اه والمارت عارفين والمارت ده اكبر اه هايبر ماركت عالمي واكبر ماركت في امريكا بس يعني حاجة زي كارفور والكلام ده ستور وموجود في ارض الواقع يعني وهو المنافس الاكبر لامازون من ضمن المنافسين اه ده في الاونلاين وده في الاوفلاين بس كاري تيلر في مجال بيع التجزئة هم اكبر منافسين وكان طلع اخبار كتير عن فيدكس هتعمل شراكة بشكل ما مع والمارت او هيقوت تعاون بتاعهم على الفترة اللي جاية لدرجة ان هم اعلنوا افتتاح خمسونية منفذ شحن لفيدكس جوه فروع والمارت فواضح ان ده من موضوع بقى اه الاخد الجوانب بقى الاقتصادية او الجوانب التنفسية فمن الواضح ان فيدكس خدت جنب والمارت لهم الاتنين يتعاونوا في اه اه اصاد امازون طب السبب التالت بقى اللي يعزز السبب التاني اه ان امازون زي ما قلنا هي بتغطي ستة وعشرين في المية من النقل الخاص بيها وعندها اسطول سبعة الاف عربية خاص بيها واسطول اربعين طيارة بتقوم به بالنقل الخاص بيها ستة وعشرين في المية وكمان الاختر من كده انها في اخر خاص بيها امازون حطت شركات الشحن لأول مرة من ضمن من ضمن المنافسين فده من الواضح وغير طبعا بعض الاخبار التانية اللي هنتكلم عليها بالتفصيل ان امازون ابتدت تضع مجال النقل والشحن واللوجيستيكس والسبلاي تشين في اولوياتها كاااا بزنس جديد مش مجرد انها هتنقل التروض الخاصة بيها لا كبزنس كمان وهتبقى منافس فيه قوي فمن هنا فدكس فضلت عدم التعاون مع ااا منافس مستقبلي اا لان طبعا لما تبع فين فيه شركتين بيعملوا مع بعض او بتعاونوا مع بعض بيبقى فيه معلومات عن البروسيس عن طريقة عن برضو العملاء اا سواء من هنا او من هنا فبيبقى من الافضل ان انت متتعاملش مع كومبيتر بشكل مباشر عشان المعلومات تحافظ على سريتها وفي نفس الوقت عشان اعطله يعني انا انا عملت له مشكلة في ثلاثة في المية من الطروض بتاعته فحيبتدي برضو يعني تعمله بسيط كده وده من وجهة نظرنا ان هو ده اكتر سبب فعلا حقيقي هو اللي خلى مال الاسباب التانية تفكر انها تاخد هي القرار لان كان هيجي عجلا ام عجلا بس انها تبتدي توقف التعاقد بتاعها اا اا الجزئية الاخيرة دي بتاعة امازون هنتكلم عليها في فيديو قادم ان امازون في مجال الشحن بشكل اا تفصيلي شوية في حلقة جديدة من حكايات شكرا لمتابعتكو اتمنى تكون الحلقة عجبتكو اتمنى اشوف الكومانس بتاعتكو اا لو انت عايز تعلق على جزئية اي جزئية من الفيديو ده او اه نتكلم عن امازون بقى في مجال الشحن لو عندك اي حاجة حابب نتكلم عنها او معلومة اضافية حابب تشاركنا حنسعد بيها جدا شكرا لكم وكان معاكم تامر صلاح شكرا